ليفربول السنة دي بيتميز بحاجة مهمة جدا ليفربول بيقدر ان هو يتلقى صدمة البدايات فوز كبير لليفربول ومتواصل فيه بريمير ليج ليفربول بيفوز على واستهام بثلاثية مقابل هدف نظيف عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا تحدث فيها يورجين كلوب بعد هذه المباراة يورجين كلوب كان له تصريح في رأيي شخصي بيوضح الاستراتيجية بتاعة ليفربول في هذا الموسم وليه الفريق رغم ان الناس كلها كانت متوقعة انه ممكن ما يظهرش بيه المستوى المقمول او المستوى المفترض من ليفربول الا ان الفريق بيحقق الانتصار طلو الاخر ليفربول بعد المباراة تحدث وقال انه سعيد بالاداء الناضج اليوم وسعيد بالمباراة والاهداف الرائعة التي سجلها فريقه الاداء الناضج الي بتحدث عنه يورجين كلوب هو اعتقد كلمة السر في اداء ليفربول هذا الموسم ناس كتير متحسش ان ليفربول بيمارس الضغط الي كان بيعمله في السبع سنوات الماضية الي كان يورجين كلوب بالتأكيد هو الي بيدي اللاعبين التعليمات بالضغط العالي المتواصل على المنفسين ليفربول في هذا الموسم تحس ان هو بيلعب اداء اقتصادي اداء ذو جودة في النهاية اداء بيسجل الاهداف يمكن يكون البرس والضغط الي بيعمله ليفربول هذا الموسم اقل من الموسم الماضية لكن ليفربول السندي بيتميز بحاجة مهمة جدا ليفربول بيقدر ان هو يتلقى صدمة البدايات من بداية الموسم ليفربول اكتر من مرة بيتأخر فيه النتيجة لكنه بيرجع فيه المباراة بيتأخر بهدف بيرجع بتلاتة بيتأخر بهدف بيتطرب منه لاعب بيرجع خارج ارضه قدام فرقة كبيرة مفيش اي مشاكل تلقي الصدمات اللي بيعمله ليفربول السندي في رأي الشخصي هو اللي بيقصده يوربين كلوب بيق النطج اللي بيلعب فيه فريقه هذا الموسم النهاردة مثلا في مباراة واستهام كان فيه صدمة في بداية المباراة واستهام كان ضغط على ليفربول واستهام اضاع فرص سهلة وتقلق الحارس الاسون بيكر فيه الزود عمارما بكل الطرق بعد كده من لمسة واحدة من لعبة واحدة نجمنا الاستوري محمد صلاح قدر يخطف ضرب الجزاء بمهارته الفائقة كرة تقدر تقول انها مرتدة لكنها عشوائية وصلت لمحمد صلاح بطريقة عشوائية عن طريق داروين نونس لكن محمد صلاح بكل حنكة ومهارة وخبرة قدر ان هو يراوغ نايف اكرد المهاجم المغربي وتحصل على ركل الجزاء في وقت كان واستهام فيه الافضل تصدى محمد صلاح طبعا بكل براعة لضربة الجزاء واسكانها في مرمى حارس واستهام ينايتد صدمة تانية تلقاها ليفر بول بعد هدف محمد صلاح هدف التعادل ليه واستهام مستهام استغل ثغرة دفاعية وفي رأي الشخص اللي هنتكلم فيه كمان شوية موضوع الاخطاء الدفاعية فيه دفاعات ليفر بول السنة دي عن طريق عدم التغطية العكسية من روبرتسون الظاهري الايصر عمل كرة عرضية قدر يستغل لها جاروب بوين لعب واستهام ينايتد المتقلق حط الكرة ببراعة براسه داخل شباك صدمة تانية لكن ليفر بول اللي اتعاود على الصدمات هذا الموسم وبقى عنده خبرة كبيرة وحنكة فيه التعامل معها استطاع ان هو يعود من جديد ويسجل هدفين عن طريق المتقلق اللي بدأ يظهر بمستعمة مميز جدا هذا الموسم داروين نونس ودييجو جوتا المهاجم البرتغالي البديل اللي نزل خلال احداث الشوت التاني لو في حاجة هتعاوك ليفر بول السنة دي في بريمير ليج اعتقد ان الاخطاء الدفاعية وخطة فع ليفر بول اللي في رأيه الشخصي هو الخط اللي كان من المفترض ان هو يلقى الدعم الاكبر بعد ما تم دعم خط الوصب بالعديد من اللعيبة المميزين انت تحس ان ليفر بول محتاج مساك بديل ليه الثناء الاساسي اللي بيلعب سواء فيرجل فان دايك او حتى الكاميروني ماتيب وغيرهم من اللعبين عايز باك رايت مفيش حد فيه كفاءة ترينتاالكساندر ارنولد جوجو ميز بيكتهد لكن بالتأكيد مش زي ترينتاالكساندر ارنولد اللي اصلا عنده اخطاء دفاعية كبيرة وبرضو في الناحية الي يسرى روبرتسون مستوى متزابسل قليلا مش هو روبرتسون بتاع موسمين ماضيين اعتقد ان فترة الانتقالات الشتوية القادمة قد تشهد تدعيم ليفر بول في خطوط دفاعه اعتقد ان ده اولوية ليفر بول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة طبعا تفوز ليفر بول النهاردة رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 16 بيحتل بيها وصافة بريمير ليج بعد منشيسر سيتي اللي بادئ الموسم سخن جدا ست مباريات ست جولات بست انتصارات ب18 نقطة ليفر بول في المركز التاني برصيد 16 نقطة تعادل في بداية الموسم مباراة سيئة امام تشيلسي الناس كلها قالت خلاص يا جماعة ليفر بول هعمل موسم سيئ لكن انتفض ليفر بول مع الخبير المحنك يورجين كلوب ومع النجم الاسطوري محمد صلاح وحقق خمس انتصارات متتالية في بريمير ليج اتحت لي الوصافة حتى الان برصيد 16 نقطة مفيش اي فرصة مع منشيسر سيتي ان انت تبتعد ترايح تقول هاخسر مطشو هتعدل اللي بعده لا مفيش الكلام ده لو عايز تكمل حتى النهاية بقى لازم تمشي خطوة بخطوة بجوار منشيسر سيتي وبالحديث عن الاسطورة محمد صلاح عايز اكلمكم في حاجة مهمة جدا النهاردة محمد صلاح نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نشر ايه محمد صلاح نشر مقال نشرته جامعة هارفر الجامعة البريطانية العريقة ونشرت فيه تفاصيل واسرار كيفية تجديد الفرعون المصري محمد صلاح لعقده مع الردز خلال الموسم الماضي ووضحت فيه المقال ده اللي بالتأكيد بما ان محمد صلاح ووكيله رامي عباس اعادوا نشره بالتأكيد صدقيته مفرغ منها 100% المقال اشار بوضوح لطريق التفكير محمد صلاح مع وكيله اللي بسميه شريكه ما هواش وكيله رامي عباس محمد صلاح بيقول انه متأكد مليون في المية ان رامي عباس هياخد القرار الف مصلحته في النهاية بقول هو مش وكيلي هو شريكي رامي عباس ذات نفسه بيحب يقول انه هو محامي شريك مستشار لكن ما بيحبش يسمي نفسه انه هو وكيل لعبيه المقال بيبدأ بكلام رامي عباس ليه محمد صلاح قال ايه رامي عباس ليه محمد صلاح لقد بدأت اخشى اننا قد لا نتمكن من التوصل الى اتفاق بشأن عقد جديد محمد عرضهم الاخير لا يزال بعيدا جدا عما نريده ده كان في يونيو 2022 في هذا التوقيت محمد صلاح كان احد افضل لعيب كرة القدم في العالم كان موسم ناجح جدا لليفر بول طوج فيه بلقب هداف الدوري بالاضافة الى جائزة افضل لعب فيه رابطة اللاعبين المحترفين الموسم ده ما كانش هو الموسم الوحيد الرائع لمحمد صلاح مش امر جديد محمد صلاح تفوق مع ليفر بول فيه جميع موسمه الخمسة مع النادي اصبح هداف الدوري الانجليزي 3 مرات لعب دورا حسما في فوز فريقه بلقب الدوري المحلي المنافسة الاوروبية المرموقة دوري ابطال اوروبا اصبح صلاح نجما في اوروبا وايقونة في مصر ويمكن القول انه اكبر نجم رياضي في العالم العربي بيوضح المقال كيفية عمل رامي عباس مستشار محمد صلاح خلف الكواليس وعمل مع صلاح طوال فترة وجوده في ليفر بول وخلال فترات صلاح السابقة في الاندية الايطالية في رونتينا وروما بيكلم المقال عن نشأة رامي عباس بيقول ان هو نشأ فيه الامارات بيجيد اللغة العربية لكن في هذا التوقيت الشراكة ما بين محمد صلاح وما بين رامي عباس كانت بتواجه التحدي الاكبر مع انتهاء عقد صلاح مع ليفر بول في صيف 2023 صلاح في هذا التوقيت كان متفائل اننا ديه هيقدم له عرضا مرضيا كان عليه لأول مرة ان يواجه احتمال ان يكون مستقبله على المدى الطويل مع نادي اخر صلاح قال انه بيريد البقاء مع ليفر بول لكن النادي بيحتاج الى اظهار انه يريدني ان ابقى ايضا ما كانش صلاح ولا رامي عباس مستعدين للتخلي عن تكديد العقد بعد لكنهم كانوا بيتسألوا عن كيفية اعادة التفاوض الى المسار الصحيح المقال بيطرح العديد من الاسئلة هل كان رامي عباس وصلاح على حق في مواصلة الضغط على ليفر بول من اجل التوصل الى صفقة افضل حتى لو كان صلاح الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في غضون ايام قليلة احد اللاعبين الاكبر اجرا في العالم ما المزيج الصحيح بين التعويضات الثابتة والمتغيرة هل كان من الحكمة لعباس وصلاح ان يتقبلها دفع ليفر بول للحصول على حصة اعلى من التعويضات المرتبطة بالاداء بتاع محمد صلاح داخل الملعب هل يمكن لعباس وصلاح طرح حقوق صورة محمد صلاح على الطاولة لمحاولة كسر الجمود في التفاوض كل الاسئلة دي كان على رامي عباس وعلى محمد صلاح الاجابة عليها هم بيتفاوضوا مع ادارة ليفر بول ليه انا بقولي الكلام ده بقولي الكلام ده علشان حاجتين الدور الكبير للوكيل او المستشار بتاع اللاعب فيه كرة قدم العالمية بشكل مطلق محمد صلاح سايب الامور التفاوضية كلها بالتأكيد بيتناقش معها لكنه متأكد ان وكيله هيعمل اللي في صالحه مش هيعمل اللي في صالح حرامي عباس الوكيل او المستشار لا هيعمل اللي في صالح محمد صلاح ودي ثقة كبيرة جدا ومهمة جدا للأسف اعتقد ان احنا بنفتقدها في ملعبنا المصرية والعربية تاني حاجة عايزة اقولها ان الوضع وموضوع التفاوض ده ما هواش سهل ابدا المواضيع معقدة جدا فيه خمسين الف حاجة بنتحدث فيها حقوق متغيرة حقوق متعلقة بيئة الاداء علشان كده موضوع انتقال محمد صلاح ليه الدوري السعودي اللي كان بيناقش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ما هواش بيئة السهولة بتاعت ان محمد صلاح يرفع التليفون ويقول اه موافق او لا الموضوع معقد جدا وصعب لكنه في الاخر بيبين لنا الكفاءة والمنتاليتي بتاعت محمد صلاح اللي بيكلمنا عنها دايما وللأسف بنزعل لما بيكلم عنها النهاردة كان فيه مباراة تاريخية جامعة ما بين نيوكاسل يونايتد وشيفل يونايتد فيه بريمير ليج ليه تاريخية؟ لان نيوكاسل يونايتد فاز 8-0 هل 8-0 هي التاريخية؟ لا الغريب في الامر ان التمانية صفر دول اجابهم 8 لعبين مختلفين حاجة غريبة جدا ارقام كبيرة جدا صنعها نيوكاسل يونايتد ارقام تاريخية صعبة انه يتم تكرارها في المستقبل التريب بالتمن اهداف دولة استطاع نيوكاسل يونايتد انه هو يكتاز 11 نادي في الدوري الانجليزي في تسجيل الاهداف المكبس في هذه المباراة سجله تمن اهداف وده بيعتبر اكبر من اهداف يونايتد و تشيلسي فسجل الشيطين الحمر سبع اهداف والبلوس خمس اهداف رقم تاريخي في الدوري الانجليزي نيوكاسل يونايتد بالفوس ده اصبح اول فريق في تاريخ انجلترا يسجل ثمانية اهداف في مباراة واحدة بلعبين مختلفين في نفس المباراة ونيوكاسل يونايتد ايضا بيه الفوس الكبير ده بيتفوق على نفسه وتمكن من كسر رقمه الخاص في التسجيل خارج الارض فاعلى تسجيل اهداف في مباراة واحدة تمكن منه نيوكاسل يونايتد كان تسجيل ستة اهداف حتى قسر ايدي هاو المدير الفني المميز لفريق نيوكاسل يونايتد الرقم ليقودهم ويسجل ثمانية اهداف كيفين تريبيير قائد الفريق عامل رقم جديد هو الاخر تريبيير صنع ثلاث جوان في هذه المباراة مش ده الغريب ممكن لعب يصنع ثلاث جوان في مباراة واحدة لكنه صنع ثلاث جوان والثلاث جوان تم احرازهم بيه ضربات رأسية تريبيير صنع هدف لي بيرل وهدف لي بوتمان وهدف لي ويلسون وبصناعة ثلاث اهداف تم تسجيلهم بيه الرأس عادل الظاهير الانجليزي تريبيير رقم جيسون بونشيون اللي قبل كده برضو قدر يصنع ثلاث اهداف والثلاث اهداف تم تسجيلهم بيه الرأس ارقام مميزة جدا وصعبة بيحققها نيوكاسل يونايتد سواء هذا الموسم او في الموسم الماضي مع المدير الفني المميز ادي هاو لو اول مرة تشوفت مش حاصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك للفيديو بنتابع كل اخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية اشوفك على خير باذن الله شكرا لكم السلام عليكم